دكتور حاتب أنا كأم دلوقتي لو ابني بيسمع أغاني المهرجانات وأنا مش عارف أمنعه وفي بعض الأوقات بسيبه يسمعها قدامي هو لم يبلغ الحلم هل كده أنا يكون علي اسم أن أنا سايب ابني بيسمع الحاجات دي بقول بكرا لما يكبر ويجي للسن اللي ربنا قال عليه أبدأ بعد كده أمنعه وأمنعه عنها إزاي في تقديري أنه طبعا الأسرة مسؤولة مسؤولية كاملة وأن هذا الولد الصغير لو تعود الآن على هذه الألفاظ على هذه المعاني على هذا النمط يصعب منعه بعد كده من سمع ما هو أسوأ وما هو أفحش الشيطان له خطوات إذا سمحنا لو بالخطوة الأولى لن نمنعه من الخطوة الثانية والثالثة والربعة ودي البداية فيه بيئة ما تربوية وبيئة ما نفسية البدايات فيها بتؤدي إلى نهايات اللي بيسمع نمط معين من الأغاني بيشوف نمط معين من الميديا بيلعب نمط حتى معين من الألعاب والجيمز ده بيبقى زي تنبؤ أو إشارة مبدئية إلى النمط اللي هيسلكه من السلوك بعد كده في حياته إلى نمط الشخصية دي بعض هذه الوسائل تصنعه مجرما صغيرا أو بتعمل مشروع مجرم بلتجي وأصلا هي المهرجانات دي أنا طبعا يعني وأنا جاي قرأت بعض الأشياء عنها في الطريق يعني عشانا أفاهم أنا الحقيقة مش عارف يعني أصلا مصطلح مهرجانات فإيه بقى المهرجانات دي أنا مش عارف اتفجأت بكوارث فلاقيت مجرد ما عملت بحس كده عن أغاني المهرجانات باللفز كده لقيت طلع لي عنوين مفزعة ومرعبة أيو يعني عنوين من قبيل زن المحارم في أغاني المهرجانات مش عارف كل الرزاء اللي في الدنيا طلعها لي إيه أغاني المهرجانات دي وبالتالي إحنا قدام مستنقع أخلاقي يراد أن يغرق في أولادنا الصويرين تحديدا يعني هو ليه تحديدا ناشئ الصغير عملين يروحوا بيها المدارس وأنا مصر ليه مسألة مونهجة ومقصودة لأنه إيه بقى ده امتداد للرأس قدام اللجان وده امتداد يعني البنت اللي بترقص على ده وهي صغيرة دي اللي هترقص قدام اللجان لما تكبر وده امتداد للأغاني التي يقيل أنها وطنية وعريعة الوطنية تماما اللي رأس وعليها الأولاد في المدارس فكرة أنه خلي المجتمع يرقص دي موجودة من زمان من أول ما جات سلطة الامكلاب ومن ثم تعالية كده نتخيل يعني عشان نقول هو ده بإرادتهم ولا لا علينا تخيل أن طالب في مدرسة هتف مثلا يسقط يسقط حكم العسكر يحصل إيه يحصل إيه ده تعالى بقى مين أبوك ومين اللي خلفوك وانت وممسيكوا الولد في صلوة اللي حاجة الثانية الموضوع الدنيا هتتكهرب والموضوع هيتعمل فيه إجراءات يعني طيب أين هذه الإجراءات وأين هذه الدولة اليقظة الهمامة يعني النشطة أمام هذا الإجرام في المدارس وامام هذه الكلمات الفاجرة أو حتى أمام انتشار هذه الظاهرة في المجتمع إلا إذا كانت على هواها لا يمكنها تتركها تنتشر كده والمهرجانات دي تنطلق فجأة يعني من غير ما ناخد بالنا يا دكتور ما فيه ناس بتقولك إن المهرجانات مش كلها وحشة كان فيه مهرجان اتطلع من فترة يعني مش قريبة قوي كان معروف اسمه له وما فيش صاحب بيتصاحب وكان بيتكلم عن ندالة الأصحاب والصاحب اللي بيخون الصداقة والعشرة مش عارف إيه وانتشر جامل فالناس قالت طب ما هو ده مهرجان ولكن كان بيتكلم عن معنى حلو عن الصداقة وإن إزاي ما تخونش صديقك يعني مين قال إنه هو كان كويس أو إنه كان بتكلم على معاني صحيحة غير صحيح على الإطلاق برضو بيتكلم على هو طبعا كان متضمن بعض الأمور التانية ولكن هو قولك فيه بلتاجة وفيه حاجة تانية ولكن ما هوش بالانحضار الأخلاقي البشع اللي هو موجود دلوقتي هو مش لازم كل مرة تبقى رسالة مباشرة آه لتدرج بقى في الرسالة السلبية ومرة هتبقى جير مباشرة ومرة هتبقى فيه جانب ومرة هتبقى فيه جانب أخرى إنما في الأخير مجموعة المهرجانات دي بيصنع شخصية إنسان منحط أخلاقيا يعني متجرق على حرمات الله وعلى حدود الله بيشرب خمرة وحشيش قاتل بيستخدم السلاح متكامل مش كده ولا إيه وما عندوش حدود يقف عندها هذا النمط للشخصية الذي تقدمه أغاني المهرجانات متكرر تقريبا في كل الكلمات اللي أنا شفتها أنا جاي تلات أربع مهرجانات يصورة واحدة إنسان مجرم يستخدم السلاح يشرب الخمور يعتدي على الحرمات بنت الجيران وبنت المش عارف إيه يعني والله مما يندى له الجبين للأسف الشديد ربنا يسلم بلدنا الجاهلية قبل الإسلام يقال فيها وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يداري جارتي مأواها ده شعر جاهلي قبل الإسلام تخيل بعد الإسلام يقول له جارتي لو شفت طرف هدومها باين ويبتعمل حاجة على طولة ودي وشي ناحية تانية لغاية ما تدخل بيتها ويسترها بيتها دي الجاهلية لقبل الإسلام ويجي حد في الإسلام يقول لنا الكلام المجرم الذي يتغذل فيه ببنت الجيران اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل حرمة الجار وحرمة بنت الجار وحرمة زوجة الجار حرمة مغلزة معظمة أي الاسم أعظم قال أن تشرك أن تجعل الله ندا وقد خلقك قال ثم أي قال أن تزاني بحليلتي جارك إنك تعتدي على حرمة الجوار ده عند ربنا سبحانه وتعالى يعني في المقام الأعلى من الجرم وهم بيقول لك منتو اللي سبت لهم المجال مفتوح كل الناس اللي بتتكلم على الأخلاق وعلى الدين وعلى الإسلام وعلى الأعراف والتقاليد وكل ده انتو اللي سبت لهم المجال مفتوح مفيش بدايل فالناس هتقول لك طب هنعمل إيه انتو سبتوا الساحة مفتوحة ومفيش باديل كويس وأنا عايز أفرح في فرحي وعايز أتبسط وعايز أعمل الحفلة أنا وصحابي هتشغلونا قرآن يعني ولا إيه فمنتو اللي سبتوا المجال دا وبرضو دي دي كلها أعراف اجتماعية مين قال انه الفرح ما يبقاش فرح إلا لو شغلنا فيه موسيقى مزعجة تؤذي المريض وتؤذي الطالب اللي بيذاكر وتؤذي أسمع الناس وعملنا صوت مزعج يعني تنقبض منه النفس مين قال انه ده الفرح يعني مين قال ففرح لي مين دول بقى والطنطيت اللي فيها يا دكتور وانت عارف حماست الشباب وكلهم تلاقيوا هبا فجأة كده طلعوا لك في السقف ونزلوا بالأرض والحاجات دي احنا اللي عملنا كده يعني فيه وسائل تانية كانت الناس بستخدمها وشفناها وإحنا صغيرين فيها فرح وفيها جمال وفيها سعادة فيها ركي كده وهدوء فيها احترام لإنسانية الإنسان وفيها قيم يعني مش بالضرورة ونوصل للمستنقع ده ونقول احنا بنفرح او احنا بنعمل جوه كويس الأمر الآخر اللي أنا عايز أقوله يعني انه يا جماعة الخير انتو عايزين مستقبل شكله ازاي الولد اللي رايح لكم مدرسة الصبح ده يسمع قصة عن حد مكافح عن عالم مكتشف عن مخترع قصة من تاريخ المسلمين المجيد عن بطل نفع بلده ولا يسمع الكلام الفارغ الصاقط الفاحش الذي يتملقون بيه وقوله نفوس الأولاد الحقيقة من يفعل ذلك لا هدف له إلا تدمير مستقبل هذا المجتمع وإلا تدمير هذا الوطن وإلا تحويله إلى وطن فارغ من الداخل فاسد الأخلاق لا عزيمة له لا إرادة ودي يعني أعظم ما يريده أي محتل أو أي عدو لهذا الوطن ما نفعله ببلدنا الآن أعظم مما يفعله الأعداء ومما يفعله الاحتلال الصريح